أطلق المجلس القومي للمرأة تقريره السنوي بعنوان حصاب المجلس لعام 2020 أكدت الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن عام 2020 شهد انتشار جاء أحد بارس كورونا وما تبعها من تدعيات كبيرة على كافة طبعا المستويات لأنه المجلس القومي للمرأة ومنذ اللحظة الأولى لم يتوقف عن العمل يوم واحد وحقق العديد من الإنجازات ومن أهمها وصول عدد من المستفيدات من جهود المجلس القومي للمرأة من حملات التوعية، البرامج، ورش العمل التدريبية وغيرها طبعا من الأنشطة لدعم وتحسن وضع المرأة إلى 28 ألف سيدة بمحافظات مصر المختلفة للمزيد معنا دكتورة مجدا الشذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع اسكندرية صباح الخير صباح النير كل سنة وحادتك طيبة وكل سيدات مصر بخير يا رب دايما كل عام وإنكم بخير ومصر وشعبها ورأسها قبلنا بكلنا بكل الخير إن شاء الله أهم المبادرات بقى اللي استفدت منها المرأة هذا العام أسمحي لي بغاية بس نحن نهني دكتورة مايا لاختيارها وفقا لسمارت بيجن ضمن قائمة أفضل 50 امرأة مؤثرة في مصر في 2020 وده يهمي حاجة جميلة جدا لإنه ده بيكلد الجهود الكبيرة اللي هي بجاركها مع المجلس القومي الحقيقة برضو عشرين عشرين على يعني لحضرت كنتي دلوقتي بالرغم للمعاناة الكبيرة اللي موجودة في هذا العام إلا أننا لن نتوقف في أي عمل أمنا به عايز أقول بالرغم من الوباء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة قدرنا نحقق حاجات كثيرة من خلال العمل في المجلس القومي للمرأة وفعلا إحنا حققنا تقريبا تمانية وعشرين مليون ده العدد اللي استفاد على مستوى الجمهورية حصاد المجلس هو عبارة عن حصاد عام في الاتفاقيات اللي موجودة على المستوى الدولي أو الوزارات وإلى آخره ولكن أهم حاجة حصلت ويمكن كان في لقاء في التلفزيون مع تريستين مسؤول الأمم المتحدة في المرأة وأعلنت في برنامج على جيء مستي إن مصر وصلت للمركز الأول في التداعيات والإجراءات الاحترازية اللي أخذتها بالرغم من موجود كورونا الحقيقة الجهود اللي تعملت كتوعية وبرامج وراش عمل وأنشطة عشان تحسين وضع المرأة كانت أول حكومة على مستوى العالم ممثلة في المجلس القومي للمرأة قامت بإذار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر بطن لاستجابة الإحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء فيروس ورونة وتقارير الرجل لو مرسد السياسات والبرامج المستجيبة لإحتياجات المرأة خلال الجائحة حتى يوليو 2020 تم رجل أكثر من 106 تدبير وإجراءات وقائية اتخذتها الدولة المصرية بعمل المرأة وده اللي خل مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغير بأسيا من حيث عدد الإجراءات اللي اتخذتها في مواجهة فيروس كورونا طيب إيه بقى الجهود اللي تمت إزاي تم دعم المرأة في مختلف المحافظات في ظل أزمة كورونا سياسات المجلس لتخفيف التدعيات الاجتماعية على السيدات والفتيات أو ممكن نقول يعني الإلفاءات الأكثر تأثيرا احنا طبعا كعرفة الاستراتيجية الوطنية تمكين المرأة 2020 احنا بنفسها طبعا في المحافظات لتمكيز سياسات المجلس القومي المرأة وكل التكلفات اللي بتيجي لتحقيق الاستراتيجية الاستراتيجية بمحورها تمكين الاقتصادي تمكين سياسي تمكين اجتماعي والحماية وهو المحور رئيسي اللي كان فيه مظاهر كتير جدا جدا وفيها علامات ومؤشرات بتقول ان المجلس القومي غير كتير فيها منها مثلا على سبيل المثال حماية حقوق المرأة من تداعيات كورونا وندم للقيمة دي لرعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم والحقيقة كانت التوعية متتم خاصة بجائحة كورونا في جميع محافظات مصر كورا ونجوع كانت عن الخوف من كورونا ومظاهرها الاجراءات الاحترازية اللي ناخدها يقابلها بالتمكين الاختصادي كان بيتم تعليم المرأة ازاي من بيتها تقدر تعمل الكمامة في بيتها لان الكمامة في الاول كان السعر غالي والمفروض كل افراد الاسرة فطبعا مش هتقدر تشتري للناس فكان هنا احنا بنعلمهم ازاي تسمع الكمامة رو بيتها ويبقى عندها وازاي تغيرها واللي ممكن ترعيه مع اولادها ازاي تلتزم ازاي تسمع القرارات والنصائح اللي الدولة بتوجيهها الحياة دي كانت مهمة جدا جدا طيب نقطة برضو مهمة يا فندم مكافحة العنف ضد المرأة جهود المجلس في مكافحة العنف ضد المرأة اهم خطوات المجلس لتمكين المرأة وتأهلها للقيادة ولكن في الاول العنف ضد المرأة بالنسبة للعنف ضد المرأة يمكن القوانين اللي كانت وقها قوانين التحرش والتنمر ويمكن المجلس قدر يحرك قضايا كثيرة منها استجابة السيد النائب العام لعدم نشر اسماء المجن عليهم من المساء والفتيات في موضوعات التحرش في سجرهم وده حماية بكرامة المرأة والفتيات وده من الحاجات اللي يشجع السفير من الفتيات او السيدات اللي بيتعرضنا للتحرش او التنمر انه هما يتقدمنا ببلغات لمكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي ويمكن عدد كبير تقدم بلا خوف بعد التأكد من ضمان سرية الحفاظ على الاسماء ويمكن القوانين بقت مشددة والعقوبات وصلت الى السجن وده الامر جديد لأول مرة بيحصل وتمعا ده بصدل المجلس القومي للمرأة القوانين الخاصة مش بس بالتحرش والتنمر لكن حضرت كمان من درائم العنف اللي كانت احنا بنعتبرها مظاهر منهدة العنف في مصر كانت جريمة الختان وهذا الموضوع كان موضوع صعب جدا 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 ولكن الحملات اللي تعملت من ترك الأبواب التوعية اللي تمت في القرى في النجوع في كل الأماكن بحضور كل الجهات المعنية المؤثرة على البشر لتغيير السلوكيات اللي هي المتركمة وثقفاتهم الغريبة الحقيقة احنا نجحنا في تغيير حاجات جديد كتير وأصبح هذا الموضوع التجريم فيه واضح أن لو الأب أو الأم أو الجد أو أي قريب استحب الفتاة إلى العيادة ده تماما من الأول هيبقى فيه تجريم الطبيب لكن الجديد هنا أنه أصبح فيه توعية للأب والأم والأسرة أن الفتاة لا يمكن المهساس بها حفاظها فيه تجريم كمان للأب يعني الأب اللي بيبي آه يعني الجديد أنه بقى فيه تجريم الأهالي اللي بتعمل كده أو الجد أو أي حد تاني وتعلم التدرج في التوعية والجهد المبذول من المجلس القومي مع لجنة الحمال الوطنية خلال هذا العام 2020 أنا أقدر أقول لحضرتك بمتدقية جبيرة جدا أن أنا في التنبرية الطريقة الأولى اللي ابتدنا بيها ردود فعل الناس تكلنا اختلفت نهائيا عن قرب نهاية العام من استجابة الناس ومن قناعتهم التامة بأن هذا تصرف خاطئ وأصبح مش بس الخوف من العقاب لكن قناعة بالدرج اللي هيكونوا واقع على الفكاء وتمعا شجعناهم على البلاغ عن أي محاولة ويعني في الحقيقة يا دوكتر احنا يمكن كمان لحظنا أنه الفتيات اللي بيتعرضوا للتحرش للاعتداء الجسدي بقى هناك مش هقول بشكل أكبر ولكن بقى فيه جرأة أكتر من الأول شوية في أن هما يبلغوا أو أن هما يقولوا اللي حصل لهم لأن هما في الحقيقة احنا برضو عايزين نغير كمان الكثير من المفاهيم يعني الكثير من المصطلحات اللي احنا يمكن بنستخدمها ولكن هي ليه مصطلحات تانية زي مثلا ضحايا هم مش ضحايا هم ناجيات هي مش معاكسة هي تحرش جنسي اسمها اعتداء جسدي ملهاش مسمى تاني غير كده فيمكن الحملات اللي حصلت الفترة الأخيرة والتوعية اللي حصلت ليهم شجعتهم أن هما يطلعوا يتكلموا بشكل أكبر هي يمكن صح لحادثك بتقدي وعايزين نقول كمان أن احنا عندنا تراكمات ثقافية خاطئة ويمكن احنا لأول مرة الكل تم مستغرب وبيقول دي جرأة يعني أن انتو بتتكلموا في الحاجات دي لا هي جرأة النهاردة لما بنيل متسلم على الجنب والمسواة بين الجنسين وحماية المرأة وأن تعيش خياءة منها كيف للمرأة أن تعيش خياءة منها وهي معرضة لهذا العنف الجسدي فده موضوع مش بسيط مش تاهل والحقيقة يعني ان شاء الله على عشرين ثلاثين هتختفي هذه الظاهرة نهائيا وفقا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يعني آرب من كده إن شاء الله إن شاء الله لكن برضو أحب أضيف أن بالنسبة للتدريبات التي حصلت لجرأة من العنف ومكبحتها كان فيه مهارات وورش عمل اتعاملت لتدريب المرأة بأماكن عملها على القيادة والإبعادة أمام المحاكم وده وصل لها 127 عضو من أعضاء هيئة النيابة الإدارية فيه برامج تاني كانت لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع خضايا المرأة ضد العم وتستفاد من البرنامج ده خلال أربع سنين تقريباً 500 وتسعة عضو وكان فيه تواصل مستمر والأحالة إزاي تكون لمكتب شكاوى المرأة وخلي بقى لحضرتك إن وحدات العنف اللي موجودة داخل الجامعات إحنا عندنا تقريباً 22 جامعة موجودة فيها وحدات عنف ضد المرأة عندنا وحدات عندنا وحدات عنف ومحتاجين بس إن البنات في الوقت الحالي يتشجعوا أكتر إن هم يبلغوا وما يخافوش من الشخص اللي بيرتكب هذه الجريبة لإن هي فعلاً جريمة وإن شاء الله التوعية تزيد بشكل أكبر الفترة اللي غيرها أنا بشكرك دكتور ماجدة الشازلي مقرر المجلس القومي المرأة فرأس كندري شكراً لكيفان